سلام عليكم قصتنا الليلة عبارة عن درس مجاني يصلك بالمجان إلا أن هذا الدرس اندفع ثمنه روح بشرية لذلك أتمنى من الإخوة والأخوات مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ومحبينكم لتعم العبرة والفائدة والحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم وصلنا يوم أمس إلى سبعين ألف مشترك أخ وأخوة عزيزين وغاليين وإن شاء الله سبحانه وتعالى مستمرين بتقديم المزيد من القصص وإن شاء الله أننا نقدم الأفضل دائما لذلك نرجو من الإخوة والأخوات الدعم باللايك والاشتراك ومشاركة القصص مع الأصدقاء ومن تحبون أما بالنسبة لقصة الليلة القصة ألا سلمكم لشاب اسمه محمود محمود شاب في قمة الأدب والرقي والاحترام وشاب مصري وتحية لأهل مصر وليهون السامعين جميع وهذا شاب محمود بالإضافة إلى الأخلاق العالية اللي يتمتع فيها والوسامة كذلك الرجل الله سبحانه وتعالى معطيه وموسع عليها الأبواب من أوسعها عنده رزق وعنده عبارة عن مصنع صغير ويشتغل فيها المصنع والأمور المادية نقدر نقول إنها عال العال وهذا شاب لما وصل إلى مرحلة معينة من العمر والكلام في عام 2006 ومحمود يسكن في أحد أحياء مدينة الجيزة المصرية المهم محمود هذا لما وصل إلى سلم معين قرر أنه يبحث عن زوجه ويتعرف هذاك اليوم على فتاة ينقلها نعيمة نعيمة فتاة على قدر عالي من الجمال ومن أسره محترمة مثل أسرة محمود والجماعة متقاربين اجتماعيا واختصاديا ونعيمة كان عمرها في هذاك الوقت 19-20 سنة وطبعا لا ننسى أنه عائلة محمود وعائلة نعيمة عائلتين ملتزمات دينيا يعني البنت بنت منقبة وصايمة مصلية وتم التعارف بين محمود والبنت هذه نعيمة يعني في أجواء عائلية يعني عن طريق الزيارات العائلية خوات محمود وأم محمود في زيارات متبادلة بينهم وبين أسرة نعيمة وهذا كان يبحث عن فتاة للزواج وقال له يا محمود البنت هذه نعيمة هي البنت المناسبة بنت محترمة وإخلاق عالية وهلا جماعة محترمين وتوكل على الله محمود هذاك اليوم ويتقدم لخطبة نعيمة تمت الأمور على خير وحدد موعد زواج بعد مدة من الزمن على بينما نعيمة جهز نفسها ومحمود كذلك وبعد ما جهزت الأمور على الأربعة وعشرين وجهز والوضع ويتزوج هذاك اليوم محمود من نعيمة وعاش هو وياها أيام سعيدة جدا متفاهمين الأفكار منسجمة البنت ملتزمة وهذا كذلك الشاب محمود منتزم يخاف الله في زوجته ويلبي لها كل الطلبات والبنت مهنيته ومسعدته وبدوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي محمود عنده دوام فيها المصنع أو المشغل اللي يمتلكه ويطلع من الصبح ما يرجع تقريبا إلى الساعة أربعة خمسة بعد الظهر وحياتهم ماشي بهذا الشكل أما بالنسبة النعيمة نعيمة ما عندها لا شغل ولا عمل رب تمنزل تقعد على الساعة تسعة عشرة تنزل على السوق إذا ودها مثلا بحاجة أغراض تنزل تتمشى شوي كذلك تروح تزور أهلها وترجع على البيت يجي محمود على البيت يلاقي لقمة أكل يلاقي أكل نظيف يلاقي البيت جاهز الأمور من أحسنها وطبعا بناء على الاتفاق اللي بين نعيمة وبين محمود أنه نعيمة ما هتطلع برا المنزل أو ودها تروح مثلا تقضي لها شغلة ودها تروح في اليوم الثاني على السوق أو في زيارة على أهلها تخبر محمود قبل بيوم تقول له ترى أنا بكرة عندي روحة مثلا ودي أروح أو تتصل عليه على التلفون ومحمود ما عنده مشكلة بس لأجر يعرف أنه مثلا زوجته وين تروح وين تجي والأمور ماشي بين محمود ونعيمة مثل السمنة على العسل بدون أي مشاكل تذكر المهمة تروح الأيام وتجي الأيام شهر وشهرين ثلاث ويمر على زواج محمود من نعيمة تقريبا خمس شهور بعد الخمس شهور في يوم من الأيام طلع محمود بشكل طبيعي مثل كل يوم يطلع على دوامه وعلى معمله وترك نعيمة في البيت نعيمة صحت على الساعة عشر أهدعش صباحا وظاهر عندها مثل ما تقولون شوبينغ مثل ما يقولون المثقفين ودها تنزل على السوق تشتري لها شوية أغراض وتتبضع وترجع على البيت لأجل تجهز الغداء لزوجها وفعلا محمود عنده خبر أنه نعيمة ودها تطلع على السوق طلعت نعيمة على السوق وراحت جابة أغراضها لما وصلت على البيت على مدخل العمارة اللي ساكن فيها وتذكر بعض الأغراض أنها ما هي جابتها الظاهر دوشة السوق والبيعين الجوالين اللي يصيحون أصحاب المحال المهم نست بعض الأغراض ولا هذا حارس العمارة موجود البواب قالت يا فلان والله نسيت كم غرض وودي لو سمحت أنك تروح تجيب لي ياهن قال لها أبشري اعطت الرجال فلوس وطلعت على العمارة البنت ساكنة في الدور السابع في أحد المجمعات الكبيرة في مدينة الجيزة وهذا البواب بواب البناية راح جاب الأغراض وغاب له تقريبا خلينا نقول نص ساعة البناية هذه ما هي بعيدة عن السوق وطلع في المصعد ولما وصل على باب الشقة باب شقة محمود ونعيمة يدق الجرس يدق الباب يستنى أربع خمس دقائق ما حتى طلع عليه قال لك يمكن خذت لها غفوة يمكن تكون في الحمام مثلا ما هي سمعانة قام شنو سوى حط الأغراض والأكياس اللي جايبها على باب الشقة قال لك أكيد يعني بعد شوي إلا ما تفتح الباب وتشوف الأغراض لأنه الحارس هذا عنده شغل عنده ناس طالبين منه طلبات ولازم يروح ما هو فاضي إذا الواقف وفعلا الرجال ترك الأغراض ونزل يلبي طلبات سكان العمارة عنده شغل ويمضي الوقت على الساعة تقريبا أربعة خمسة بعد الظهر على وقت قدوم محمود من الدوام طلع كذلك محمود في المصعد لما وصل على باب الشقة ولا فيه أكياس أغراض بينه محطوطة قدام باب الشقة وطبعا محمود استغرب من وجود هالأكياس على باب الشقة قام فتح الباب بالمفتاح ودخل على الشقة وده يشوف نعيمة ليش تركها الأغراض هذه برا أي نادي يا نعيمة يا كذا يا أفلانة يا حياتي يا حبي لا حياته لمن تنادي نعيمة ما هي موجودة في البيت والرجل يعني يعرف أنه نعيمة نازلة على السوق وجاية لكن مو في هذا الوقت والأغراض يعني الآن صارت الدنيا تالي نهار ويندها تروح نعيمة قام كلم حارس العمارة سلام عليكم وعليكم السلام قال له نعيمة زوجتي شفت شيء أنت اليوم قال له ايه والله نعيمة جت على تقريبا الساعة 12 12 ونص وكانت ناسية بعض الأغراض أنها تشتريها من السوق وقالتلي أني أروح أشتري الأغراض وفعلا أنا رحت أشتريتهم وغبت لي نص ساعة وجيت ودقيت الباب ما حد أطلع علي وأنا عندي شغل فتركت الأغراض هذه على باب الشقة محمود استغرب من كلام حارس البناية أنت متأكد يا أفلان أنه نعيمة طلعت على البيت قال له قدام عيوني طلعت وركبت في المصعد وجايب أغراض معاها وأنا ما غبت يا دوب نص ساعة ورجعت ودقيت الباب ما حد أطلع علي محمود استغرب من كلام الحارس شلون نعيمة وينها تروح وينها تجي أصلا نعيمة الجارات اللي فيها البناية هذه ما عندها خلطة معاها أبدا إلا في جارة واحدة وصير يعني مثل ما تقولون بنفس الطابق وجارة هذه أصلا ما هي موجودة هذاك اليوم على علم محمود بدأ محمود يسأل يتصل على أهل نعيمة نعيمة جات يقولون لا والله خير قالوا والله نعيمة سالفة كذا وكذا والحارس يقول كلام غريب المهم لما سمعوا أهل نعيمة أنه نعيمة ما هي موجودة في البيت وما في بالعادة تطلع وتروح وتجي ما عندها الروحات وهالجيات الأهل شالوا حالهم وجوا على محمود وكذلك سكان العمارة الأصدقاء الكل سمع في موضوع اختفاء نعيمة ويا بنت قولي لما ش نعيمة اختفت الكل صار يبحث عن نعيمة الجيران يقولون ما شفناها والحارس يأكد أنه نعيمة دخلت على العمارة على الساعة 12 ونص تقريبا لكن يقول أنا كان عندي مشاوير وعندي روحات وعندي جيات فما أدري يعني ما شفت هل أنها رجعت طلعت ولا لا المهم ويبحثون يدورون عند الخالات عند العمات ما خلوا حدا إلا أن نعيمة ما لها أثر انشقت الأرض وبلعتها والوقت يمضي لكن الوقت عصيب والدقائق ثقيلة جدا وتصير الساعة 10 مساء بدون ما يعثرون على أي أثر النعيمة ويقوم محمود وأهل النعيمة يروحون على أقرب مركز شرطة في المنطقة ويبلغون عن اختفاء نعيمة وعطوهم المواصفات على الرغم من أنه البنت منقبة ما يبين منها إلا عيونها ورجال الأمن أخذوا البلاغ على محمل الجد لكن في مثل هالبلاغات وبما أنه يكون الشخص بالغ فوق سنة 18 ما يتم البحث عن المبلغ عنه البعد مرور 48 إلى 72 ساعة لأنه ظروف ممكن يعني تكون مثلا في مشاكل بينها وبين زوجها ممكن تكون مثلا على علاقة مع عاشيق وهربته وياه يعني كل الأمور واردة لذلك قالوا لهم الآن شوفوا شنو يصير معاكم إن عثرتوا عليها بلغونا وإحنا إذا عثرنا عليها أو استجد شيء أكيد راح نبلغكم عنها ويمتمر هذاك اليوم وهذه الش الليلة على محمود وأهله وأهل البنت النعيمة ليلة سودة ويحاول محمود وأهل النعيمة أنهم يفهمون شنو اللي صاير ما هم عرفانين واللي مهبلهم كلام الحارس يقول البنت دخلت على العمارة لكن ما شفتها طلعت وما أدري إذا طلعت ولا لا المهم أول يوم ثاني يوم في اليوم الثالث يعني بعد ورور 48 ساعة على اختفاء البنت بدأ رجال الأمن البحث والتحقيق في اختفاء نعيمة لأنه ما ظهرت ولا بيان لها أثر وظاهر أنه البنت يعني ما ندري شنو اللي صايروا إياها المهم بدأ رجال الأمن يستجبون محمود ويستجبون الجيران ويسألون عن وضعها العائلة قالوا يا عمي الجماعة توهم عرسان جدد ما صار لهم خمس شهور متزوجين توهم في يعني أشهر العسل هل في مشاكل هل في إثار هل في قصة قديمة قالوا أبدا بشهادة الجيران اللي ما كان لهم اختلاط لا بنعيمة ولا بنحمود ويقولون الجماعة ما شفنا منهم إلا كل خير على خير وبسؤال الجارات عن نعيمة وعلاقاتها قالوا أن البنت هذه ما قالنا اختلاطوا إياها البنت تطلع وتروح وتجي مجرد سلام عليكم وعليكم السلام والجماعة يعني خلال هالخمس أشهر اللي يسكنوها فيها شقة ما سمعنا لهم لا صوت ولا حس جماعة عايشين حياة صعيدة جدا وهذا الظاهر لكن رجال الأمن عندهم عدة احتمالات قالوا يمكن في مشكلة بينها وبين زوجها يمكن هو وراء اختفاءها لكن من خلال التحقيقات والاستجوابات اللي أجراها رجال الأمن مع محمود وأهل محمود وأهل نعيمة قالوا بالعكس محمود ونعيمة عايشين مثل السمنة على العسل وبعدين توهم عرسان ومن خلال استنتاجات رجال الأمن تبين أنه محمود بشكل مبدئي ما له علاقة في اختفاء نعيمة ويمر اليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس وإلى حد اليوم الخامس ما تم العثور لا على جثة لا على أشلاء بشرية لا حدا قدم بلاغ بوجود جثة مثلا ولحد الآن الأمر قضية اختفاء وعلى حسب ما عرف رجال الأمن أنه نعيمة هذه إلها اختلاط مع جارة وحيدة والجارة هذه ينقلها أم زينة أم زينة هذاك اليوم ما كانت موجودة وأصلا صار لها مدة من الزمن عند أهلها ولما تصلوا على أم زينة قالت أنا صار لي تقريبا حوالي أسبوعين زمان عند أهلي وأم زينة كانت هذاك اليوم على وجه ولادة حاملوا في شهرها الأخير المهم رجال الأمن ما قدروا يتوصلون إلى أي نتيجة بعد مرور خمسة أيام في اليوم السادس ويجي بلاغ لرجال الأمن بالعثور على أشلاء بشرية في ترعة ينقلها ترعة المريوطية وعلى الفور حضر رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي وقامت الدنيا وما قعدت لكن الغريب في الأشلاء البشرية هذه إنها عبارة عن أجزاء من الأصابع اليد أجزاء من القدم أجزاء من جلد البطن مثلا يعني عدة أجزاء لكن الأشلاء هذه ما هي مكملة لجثة في أجزاء ناقصة وبعد الكشف على المسرحة اللي اثروا فيها على هالأشلاء البشرية تم العثور على كف الكف هذا اللي يلبسنه المنقبات كف أسود يعني إقلافز أو الكفوف اللي يلبسنها المنقبات المهم تم رفع الأشلاء البشرية هذه والكف الأسود إلى الطب الشرعي ولإجراء الخبرة الطبية الشرعية والأدلة الجنائية ما أعثروا على أي أثر ممكن يوصلهم إلى القاتل بعد إجراء الخبرة الطبية على الأشلاء البشرية هذه تم التعرف إلى أنه الجثة هذه أو الأشلاء البشرية تعود إلى إمرأة عمرها ما بين السبعة عشر والعشرين وواحد وعشرين سنة لكن بنفس الوقت ما قدروا يتعرفون على هوية أو شخصية هالإمرأة هذه وبدأوا يبحثون في بلاغات التغيب من بلاغ إلى بلاغ ويعثرون على أحد البلاغات اللي كانت انبلغتوا إحدى الأسر عن اختفاء بنتهم وعمرها تقريبا تصع طعام سنة والفتاة يعني كانت عندهم مواصفاتها والبنت منقبة لذلك شك رجال الأمن بما أنه البنت اللي مبلغ عنها منقبة واعثروا بجانب الأشلاء البشرية على كف أسود قالوا لك يمكن تكون هذه هي اللي مبلغين عنها لذلك تم استدعاء محمود وأهل البنت نعيمة لأجل يتعرفون على الأشلاء هذه أو أنهم يأخذون عينات من أهل البنت لأجل مطابقتها مع الأشلاء وبالتالي يتم التعرف على الجثة المهم لما جاء محمود وأهل نعيمة ويتعرفون على الأشلاء البشرية وتم أخذ عينات من أهل البنت وتم مطابقتها مع عينات الأشلاء وللأسف كانت هذه جثة نعيمة أو أجزاء من جثة نعيمة رحمة الله عليها الآن القضية ما عاد هي قضية اختفاء وإنما القضية فيها جريمة قتل الرجال الأمن مسكوا محمود وبدأوا يستجوبونه من جديد لأن القضية فيها جريمة قتل وما هو معقول يعني الجريمة غريبة ما في مشاكل ما في ثارات وقالوا لك يمكن محمود يكون وراء جريمة القتل يستجوبون محمود بدأوا كذلك يستجوبون الجيران من أول وجديد أهل نعيمة توصلوا في النهاية إلى أنه فعلا محمود ما له علاقة فيها جريمة وكذلك الرجال الأمن لما أسألوا محمود هل أنت تشك بأحد مثلا بحدا من الجيران بحدا من الأقارب قالوا لهم أبدا ما أقدر أشك أو أني أوجه اتهام لأي شخص كأن يكن والآن رجال الأمن رجعوا على البناية أو البرج السكني اللي يسكن فيه محمود ونعيمة وبدأوا يجمعون المعلومات من بعيد ومن قريب وفيه العلن وفيه السر عن الجيران عن الناس اللي موجودين في هالعمارة السكنية لأنه المعلومة اللي قالها حارس العمارة أنه نعيمة دخلت على العمارة وما طلعت منها وبالسؤال عن الجيران وعن هالناس الموجودين في المحيط كذلك تبين أنه الجيران ما لهم علاقة في الاختفاء وكل من كان في عمله اللي كان في وظيفته اللي في دوامه اللي كانت في بيتها كل من أثبت مكان تواجدوا فيها ذاك اليوم وما قدروا يوصلون إلى أي نتيجة تذكر أنها ممكن توصلهم إلى القاتل لأنه الجريمة فضيعة بكل المقييس وخصوصاً أنه ما زال في أجزاء كبيرة من جثة مفقودة والجريمة صار لها تقريباً على حسب تقرير الطب الشرعي أنه المرأة هذه مقتولة من حوالي عشرة أيام والأجزاء ما زالت مفقودة وما قدروا يعترون على شيء لكن الرجال الأمن شغلين على قدم وساق وماصلين الليل بالنهار ودهم يعرفون منه المجرم القاتل هذا اللي مرتكبها الجريمة الفضيعة المهم بالتحقيقات وبالسؤالات من هنا ومن هناك وتصل معلومات لرجال الأمن عن أحد سكان العمارة منه هذا؟ هذا الله يسلمكم أبو زينة أبو زينة الرجال يشتغل حلاق يعني حلاق الحارة ورجل أحواله المادية تعبانة على حسب أقوال الشهود والجيران قالوا أبو زينة رجال مكسور على أجار المحل ومكسور على أجار الشقة اللي مستأجرها فيها البرج وصاحب البرج هذا أو أصحاب العمارة يطالبونه بالأجار وصاروا له ثلاثة شهور ماهو دافع المعلومات اللي وصلت لرجال الأمن أنه أبو زينة هذا دفع أجار المحل ودفع أجار الشقة والرجال اللي عرفونه أنه أحواله المادية تعبانة جدا من وين جاب الفلوس؟ لذلك رجال الأمن خذوا المعلومات هذه على محمل الجد وجابوا أبو زينة هاي أبو زينة لأخبار العلوم قالهم والله الفلوس هذه أنا كنت صراحة مدين واحد مبلغ من المال صار لي عدة سنوات أو مدة طويلة من الزمن وعلى اليوم وبكرة وبعد بكرة ويمرمطني ويما طلني فيها الفلوس لحد ما جتني الفلوس والحمد لله الله يصارها معاي ودفعت أجار المحل ودفعت أجار الشقة وكذلك عطيت مصروف الزوج دي زوجته اللي هي أم زينة جارة نعيمة الوحيدة اللي تختلط معاها واللي كان ظاهر على أبو زينة ذاك اليوم اللي ينقال له الأستاذ راضي يعني أموره طبيعيا بينه الرجل ما هم بيّن عليه علامات الارتباك أو التلبك يعني كلامه طبيعي ومنطقي بنفس الوقت وحتى بشهادة الجيران والناس اللي كانوا يبحثون في اليوم الأول والثاني والثالث يبحثون على نعيمة الرجل كان موجود مع جاره ومتعاطف معاهم ويبحث والرجال يعني خارج دائرة الشك ولا على الخاطر ولا البال لكن رجال الأمن ما اقتنعوا بكل هالسوالف وشكوك رجال الأمن صارت الدور حول هذا الرجل على الرغم من أنه قال أنه والله مسلف رجال وحصلت الفلوس ودفعت الديون اللي علي لكن ما اقتنعوا بهالسوالف وقالوا لك أكيد هذا راضي له علاقة في الجريمة لذلك قرروا هذاك اليوم أنهم يقتحمون شقة راضي بإذن من النيابة العامة لأجل التفتيش وقطع الشك باليقين دقوا الباب ولا هذا راضي السلام عليكم وعليكم السلام راضي في هاللحظات بدأ عليه الارتباك والتلبك خير يا جماعة شنو الموضوع قالوا لا ما في شي بس يعني مجرد تفتيش روتيني بما أنه أنت جارة جماعة وإجراءات روتينية لازم نسويها المهم يدخلون رجال الأمن إلى شقة أبو زينة وانكتوها نكت فوقاني تحتاني ويكتشفون رجال الأمن بعض بقع الدماء على الباني وفي الحمام وكذلك على ثلاجة البيت ولما انكتوا البيت فوقاني تحتاني يعثرون على بقايا ثياب نسائية لتستخدمها المنقبات موجودة تحت السرير في غرفة النوم ولما كفوا التفتيش ويعثرون كذلك على عظم لقدم بشرية على ظهر الخزانة أو الدولاب الموجود في غرفة النوم المهم وبناء على المعطيات والأشياء اللي اعثروا عليها في شقة راضي وزوجته ما هي موجودة لحد الآن لأنها رايحة على أهلها مسافرة زوجته هذه على أطراف مدينة الجيزة خلينا نقول وقالوا يا راضي الآن ما عليك إلا أنك تعترف ومسكوا راضي وبعد الضغط على راضي ويعترفها ذاك اليوم بالجريمة اللي ارتكبها بحق جارته والعروس الجديدة واعترافات راضي كانت صادمة جدا واعترافات يا لطيف ويا ساتر اسمعوا القصة القصة أنه هذا راضي كان في ضائقة مالية وعليه ديون وشقة هذه مكسورة على أجار ثلاثة شهور والمحل وأحواله المادية تحت الصفر وبما أنه نعيمة تختلط مع زوجة راضي اللي ينقالها أم زينة هي أجارة الوحيدة اللي تروح وتيجي عليها وتعرفون النساوين تفضفض البعضها وتسولف وراضي يعرف من زوجته أنه نعيمة هذه عندها ذهب وتلبس أساور وتلبس بعض الزينة والحلي والمجوهرات وعلى حسب أنه كذلك زوجها محمود يعتبر غني بالنسبة للأستاذ راضي حلاق الحارة لذلك قرر راضي هذاك اليوم بحكم أنه زوجته ما هي موجودة والجريمة صارت عن طريق الصدفة يقول هذاك اليوم طالع راضي من الشقة ولا هذي جارته جارته نعيمة توها طالع من باب المصعد قالها الحقيقة نعيمة خير يا أستاذ راضي أبو زينة شنو الموضوع؟ قال لها أم زينة داخل البيت والظاهر عندها أعراض ولادة ما أدري شنو اللي صحي لها سوالة في نسواني يعني أنا ما عارف فيها لذلك أرجوك يا جارتنا نعيمة أنت تدخلين تشوفين زوجتي والضبطين الوضع وياها خاف ودها أسعاف خاف يعني تعرفين أنت في شهرها الأخير البنت هذه نعيمة تعرف أنه الزوجة ما هي موجودة في البيت وتعرف أنها في زيارة عندها لها لكن قالت لك يمكن الظروف ما ندري شون اللي صار يمكن جد وبحكم الاختلاط اللي بيناتهم قامت المسكينة هذه على حص النية ادخلت على الشقة وتوجهت مباشرة إلى غرفة النوم على أساس أنه أم زينة موجودة فيها وهي داخلة على غرفة النوم تنادي يا أم زينة يا أم فلان يا كذا ما في صوت ولا في حركة أبدا المهم المسكينة نعيمة لما ادخلت على غرفة النوم ولا لا فيه أم زينة ولا من يحزنون وما تحسوا تدري إلا هذا أبو زينة يدك بخوانيقها مسكها من رقبتها والمسكينة تحاولت دافع عن نفسها كوبي كل ما أوتيت من قوة لكن بدون جدوى لأنه الأستاذ راضي كان أقدر منها وأقوى منها ويظل يخنق فيها لحد ما نعيمة فرقة الحياة الله يرحمها ويقعد بجانبها حوالي عشر دقائق ربع ساعة يفكر شلونه دي يتخلص من الجثة وقعد يرتاح لأنه تعب من الخنق وقد ما قاومت نعيمة من حلاوة الروح المهم بعد ما ارتاح قام أول شغلة سواها شال الكفوف السود هاي من إيديها وكشف عن إيديها وولي لابسة أساور ذهب ولابسة خاتم ولابسة حلقات في أذانها ولابسة يعني كمية من الذهب لا يستهان فيها وطلع كلام زوجته أم زينة لما تسولف وتقوله والله ما شاء الله عليها نعيمة هذه زوجها مستتها وملبسها الأساور وهالخواتم وجوزها الحلق طلع الكلام كله مضبوط لأنه الأستاذ راضي ما هو شايف وجهها لأن البنت ملتزمة وما تواجهها الرجال يعني مجرد اللقاءات بينها وبين زوجته لذلك كان الأستاذ راضي يراقبها على الروحة والجي ويشوف التوقيت اللي تطلع فيها وتجيب أغراض واستغل الفرصة المهمة لكم بطول سيرة بعد ما تأكد من مقتلها وشاف الذهب شلحها الذهب ويقوم يحطها تحت السرير اللي موجود في غرفة النوم ويغطيها بحرامات وأغطية ويقفل الشقة وينزل على محله ويمارس حياته بشكل طبيعي ويظل الحلاق راضي هذا في محل الحلاقة يشتغل يقصل هالزباين ويحلق والأمور بشكل طبيعي لحد الساعة التاسعة مساء قفل المحل ورجع كالعادة مثل كل يوم على البرج أو على العمارة والله هذا محمود وأهل زوجته خير يا جماعة شنو السالفة شنو الموضوع بين الجماعة وجوههم ما هي زينة قالوا والله يا جار السالفة كذا وكذا والبنت مختفي لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تخافون يا جماعة يمكن عند صديقة عند كذا قالوا ولا ما خلينا لا صديقة ولا جارة ولا من يحزنون قال الله يجب المصابكم وإن شاء الله الله يرد لكم يا هسال مغانمة المهم ويطلع راضي على الشقة ويدخل ويسحب الجثة من تحت السرير ويجيبها على الحمام ويروه على المطبخ يجيب أكبر سكين وبدأ يفكر شلون يتخلص من الجثة هذه بما أنه زوجته الآن ما هي موجودة والبيت فاضي والأجواء مناسبة ويعتبر نفسه خارج دائرة الشبهات الرجال موجود في محله وما حدا شافه لما دخل البنت هذه على الشقة المهم قام أول شي قطع الأقدام من عند الركبة وكذلك الإيدين وجاب قماشة لف الأقدام واليدين هذه بالقماشة وحطهم فيه الثلاجة وكانت هاي الخطوة الأولى في اليوم الأول أو في الليلة الأولى من اختفاء نعيمة وبما أنه راضي ماهو خبرة أو ما عنده خبرة في التقطيع فتعب قد ما حزب هذا السكين وماهو مجاهز نفسه ومطل ما تقولون يعني ما عنده خبرة فيه تقطيع الأشلاء والأقدام وكذا وهاي الجريمة الأولى اللي يرتكبها في حياته فتعب تعب شديد وقال لك خلاص معناته نخلي الشغل البكرة ويقوم يجيب ملح عنده كمية كبيرة في الملح في البيت يجيب الملح هذا ويعبي الباني ومي ويحط الملح يذوبه في المي ويحط الجثة في البانيو لأجل ما تطلع الريحة يعني يسويها مخلل المهم ويرجع على غرفة النوم ويحط راسه وينام إلى صباح اليوم الثاني قعد الصبح على الساعة ستة ونص الصبح وإلا هذه نعيمة واقف قدامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شلون مقطع ديها ورجليها وحطها في البانيو ومنقعها بمي وملح شلون الآن واقف هذا كان حلمان مكوبس المهم ويفز على طوله ويروح على الحمام مباشرة ويتأكد هل نعيمة ما زالت موجودة ولا أخربت ولا هذه نعيمة ما زالت موجودة في البانيو تطمن وقال يا ربي لك الحمد ويرجع يلبس ويفطر وينزل على محله على صالون الحلاقة كالعادة مثلك اليوم ويتابع هذاك اليوم عملوا بشكل طبيعي لكن هذاك اليوم اللي هو اليوم الثاني من اختفاء نعيمة يعني سكر المحل مبكر شوي لأنه في عنده شغل في البيت في تقطيع وفي صلخ وفي لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المهم جاء على البيت وبعد ما ارتاح له شوي دخل على الحمام يفصل الرأس عن الجسد وحطوا على جنب ورجع شال الصدر وفتح البطن وطالع الأحشاء وبدأ يقطع الأحشاء هذي بالسكين يقطعها إلى قطع صغيرة ويحطها في الحمام الأفرنجي تكرمون ويشد السيفون ويشد السيفون لحد ما يتأكد أنه المي هذه روحت القطع من اللحم هذي راحت فيه المي في الحمام الأفرنجي وبعد منها قال لك خليني أفصل عظمة الفخذ عن الجسد وحطوا على جنب والوقت هذا أكل معاه تقريبا ساعة ونص إلى ساعتين من الزمان وفي هالوقت تعب راضي من ما التقطيع والمنظر فقال لك خلاص بكرة انكفي ويقوم كذلك يرجع الجثة إلى مكانها في البان يقوم نقع بني وملح وما هو ماك الهم الريحة ما راح تطلع مسويها مخلل ويرجع كذلك في اليوم الثالث يمارس حياته بشكل طبيعي يروح على محل الحلاقة ويسأل الجيران ويشوف الجماعة يعني بلشانين في قضية اختفاء البنت ولا فيه أي خبر عنها واللي سواها راضي هذاك اليوم في اليوم الثالث خذ كمية من الذهب وراح باعها عند أحد الصاغة وصار عنده مبلغ من المال دفع أجار المحل ودفع هذاك اليوم أجار الشقة وقال لكل أمور الحد الآن ماشي عال العال ويرجع راضي على الشقة هذاك اليوم كذلك ويرجع يكفي تقطيع باقي أجزاء الجثة اللي يقدر يقطعوا بالسكين إلى قطع صغيرة مثل ما تقولون يفرم وفرم يحطوا فيه الفرنجي ويشد السيفون يروح فيه المي فيه الصرف الصحي تكرمون واللي ما يقدر يقطعوا مثل عظام كبيرة مثلا ما يقدر يقطعها يرجعها على البانيو ويقوم يجيب له أربع خمس أكياس لأجل يحط فيها القطع البشرية هذه اللي ما راح تروح فيه الحمام الفرنجي وفيه الصرف الصحي وقبل لا يتصرف فيها الموضوع ويركب هذاك اليوم ويروح على زوجة أم زينة اللي موجودة عندها لها سلام عليكم وعليكم السلام قال لها أبشرك لي دينا على واحد صار لها فترة من الزمن أو أنتي ما تدرين عنها والحمد لله حصلت الفلوس وهذا جبتليش خرجية أو مصروف لبينما يدقومين بالسلامة قالت الحمد لله الله يعوضك خير والله أعطيك العافية لكن ها شنو الأخبار ما في خبار عن نعيمة قال لها والله ما في لا أخبار ولا في علوم والبنت الحد الآن ما حدا يدري عنها والمسكينة هذه زعلانة على جارتها وعلى غيابها وفي ظروف غامضة ما حدا يدري عنها شي المهم في اليوم الخامس ويجيب الأكياس هذه ويحط فيها الأجزاء اللي ما قدر يتخلص منها في الفرنجي يحطها في خمس أكياس ويتصل على واحد من أصحابه الرجال عنده سيارة سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا أخوي طالبك قالوا أبشر قالوا زوجتي الله يهداها زائر عندها لها وحط لحمة في الثلاجة واللحمة هذه خربت واطلعت ريحتها فلذلك ودك تجيني علشان أروح نتخلص منها اللحمة هذه نكبها في أحد الأماكن فقالوا صاحبه هذا يعني ليش ما تكب اللحمة الخربانة هذه في حاوز الزبال الله يزكم قالوا لا أخاف يجي حدا غلبان حدا ما عنده فلوس يشوف اللحمة هاي الخربانة وروح يأكلها يتسمم يصير عليه شي لا ودنا نرميها في مكان بعيد يعني ما يجونه الفقراء والمساكين أو أنه ما حد يقدر يأثر عليه قالوا أوكي ويجي الصديق هذا جاب السيارة تصل على راضي تعالي راضي نزل راضي بالأسنصير وكان فيه مجموعة من السكان ومنهم محمود موجودين على مدخل العمارة وهذا راضي شايل الأكياس بشكل طبيعي والناس ما هم دريانين عنه ما هم عرفانين أنه الأكياس هذه فيها بقايا أشلاء جثة نعيمة الله يرحمها ويركب وهو صديقه هذا ويتخلص من الأشلاء البشرية ويرميها ويتخلص منها في ثلاث أماكن مختلفة عند ترعة المريوطية وترعة أخرى وكذلك قرب محطة فيصل للقطار في المنطقة ورجع يمارس حياته بشكل طبيعي إلا أن راضي كان يقول أنه كنت أتابع الجرائد والصحف المحلية لأجل أشوف هل رجال الأمن قدروا يتوصلون إلى نتائج أو معلومات مهمة ممكن يتوصلهم إلى القاتل وبعدين قال لك لا بالله الأمور عال العال وينزل هذاك اليوم كذلك يبيع الأجزاء الباقية أو الكمية الباقية من الذهب اللي كانت لابسته نعيمة وقال لك خلاص الأمر عد وأنا خارج نطاق الشك ولا لي علاقة فيها الجريمة لا من قريب ولا من بعيد لكن رجال الأمن وصلتهم المعلومات وقدروا يلقون القبض عليها هذاك اليوم ويعترف بها التفاصيل الصادمة جدا وبناء على اعترافات راضي سمعت الزوجة هذاك اليوم لأن رجال الأمن شكوا وممكن أن تكون الزوجة منسقة مع زوجها وممكن أن تكون لها علاقة فيه الجريمة المسكينة أم زينة ما تدري فيها الجريمة ولا لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب وتفاجأت أنه زوجها مجرم إلى هاي الدرجة المهم بناء على اعترافات راضي تم تقديمه للمحاكمة وبعد عدة جلسات ومحاكمات تم الحكم عليه بالإعدام شنقا وكانت هذه نهاية القصة طبعا القصة مليئة بالعبر اللي ممكن نستخلصها من خلال مجريات وأحداثها القصة الكثير من النساء للأسف لما تجيها جارة أول مرة تتعرف عليها جارة جديدة تلبس قدامها الذهب وتلبس قدامها الحلي وهالمجوهرات وعندنا كذا وعندنا كذا وودنا نسوي كذا تقعد تسولف على أساس أنها تتباه أنه والله أنا عندي ذهب وأنا زوجي جاب لي الإسوار الفلانية وحقها ذاك الثمن وجاب لي خاتم بعيد الميلاد ولا بعيد الزواج وتسولف بدون لا تدري السوالة في هذه اللي وين ودها توديها فأنت لما تسولفين جارتك ولا صديقتك عن اللي عندك والله وتلبسين هالذهب وهالحلي قدامها فهذا يأكيد راح تسوي مشكلة مع زوجها مثلا أو يعني من خلال الحديث العادي تقولوا والله اليوم كنت عندهم مفلانة والله مفلانة اليوم زوجها جايب لها أسوار ولا جايب لها خاتم أو عندها ذهب وعندهم مبلغ وقدره ونووين يسوون كذا ونووين يعمرون ونووين يشترون فأسوال افتصل وضعاف النفوس كثار ما زالوا موجودين وعايشين بيناتنا والشيطان ما زال حي والنفس أماره بالسوء وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية اللي قاعدين نعيشها في الكثير من الدول والبلدان فلذلك لا تلبسين قدام حدا ولا تقولين عندي كذا ولا تقولين زوجي جابلي ولا تقولين زوجي مدللني لأجل انك مثلا تغيظين في فلانا من الناس في النهاية ممكن تدفعين حياتك ثمن للسوال في اللي انتي تعتقدين نفسك انك تتباهين فيها لذلك يقولون سابقا النصيحة كانت بجمل والآن هذه القصة والدرس عبارة عن درس مجاني اندفع ثمنه حياة امرأة افقدت حياتها بسبب وحش بشري تجرد منها الإنسانية ونوى انه يسد ديونه ويصلح اوضاعه المالية والاقتصادية على ظهر الغير وانت لما تكون عندك احوال اقتصادية تعبانة عليك ديون عليك كذا لا تفكر بالجريمة اسعى واشتغل ودبر نفسك ما في داعي ترتكب جريمة وتقتل امرأة ولا رجل لأجل تقضي ديونك ومثل ما تعرفون وسمعته كثير بكثير من الجرائم اللي حصلت بسبب السوالف اللي تتفوى فيها النساء وتتباهى بما عندها وبالتالي تقع ضحية لسوالفها بدون لا تدري في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم جميعا في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في رعاية الله وحفظه احفظه اشهد ان التجمع